السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتحدث في هذا الدرس عن النامس بايسنج. التايب سيكريبت يلعم بكل سهولة التعامل مع النامس بايسنج وتقسيم البروجيكت الخاص بناه مجموعة الفائلات. نفترض نايدو كوّن بروجيكت هنا ملف جديد واسمي zoos.j.ts هذا الملف سوف اضع في هذا الكود. تخصص بالحديقة ففيه animal اسم الانيمول وكونستركتر الخاص بهذه العملية. get للنيم وكذلك عندي الـDoc يارث الانيمول وفيه color فسوف يعمل instance للنيم والcolor وهذه ملف كلاسيين اعتياريين. الان هذي كلاسات ايدا استخدمهم في كلاسات اخرى. احتاج ان نحولوا منها نيمس بايس. كيف حولوا منها نيمس بايس؟ بكل بساطة فقط اقول نيمس بايس بهذا الشكل. وعطيهم اي اسم يسمي على سمي مثال zoo.works. وطأي افرتي تسمي تسمي زو واحدة زو.works تفتحها واستغلقها. وتضعهم كلهم بين قوسين الزو. هنا يا نيمس بايس. حتى اتأكد. فايضا تستطيع ان تقسمهم في نفس الملف الى مجموعة نيمس بايس. يعني مجموعة نيمس بايس. هناك يكونوا مضاعتهم في نيمس بايس. الان دعني ان تستخدموا في ملف ثاني. حتى استخدموا في ملف ثاني يجب ان يكونوا export. لهذا السبب ترى انه في AngularJS ترى انه نستخدم كلمة export. انت ما تقدر تستخدم كلاس في ملف ثاني ما لم يكون export. فاذكر امام كلمة export. وهذا ايضا اذكر امام اسم الكلاس كلمة export. اي كلاس تريد ان تستخدمه في ملف ثاني تعمل لأمبورت ويجب ان تقول export. اذا انت تستطيع ان تكون الكلاس الخاص بك بالشكل مجموعة modules. وتقسمهم بالشكل الذي انت تريده. وعني نيمس بايس. نحن نعلم ايش معناه نيمس بايس. نيمس بايس معناته انه يعني كل مجموعة كلاسات في مجموعة نيمس بايس. لان ما احتاج انه استخدم في هذا المثال نيمس بايس. كل ذي عليك كلاسيا. فدعني ازيل النايمس بايس من هنا. لانه كان لديك كلاس عليهم export. اريد انه اعمل اشغلهم في العابس من هنا اي تستخدم. حتى استخدم بكل بساطة. اكتب امبورت بهذا الشكل. ثم اكتب ما الكلاس الذي يعمل لأمبورت. لو جينا هنا. دعسي مثال ادي اعمل امبورت لكلاس الانيمول. اوكي اقول لأمبورت انيمول. منياً from اسم الملف. ما هو اسم الملف. دوت سلاش. ثم اسم الملف هو زوس. ما اذكر بعد تي اس. اكتفي بزوس لوحده. الان هنا استطيع نسخطه من الانيمول. بكل بساطة. اذا وجدك لانيمول. انستانت جديد من الانيمول. يساوي انه نيو انيمول. والان اوكي يستطيع انه اعطيه. النيم الخاص بانظور ليكون اسمي مثال. دوك. اكيد هنا احتاج ان اذكر كلمدفيرابول. اذا لو ترى انه كيف نستطيع ان نقسم عملنا بجموعة الفايلات. ونستدعي بين ملف وملف اخر. بكل سهولة. خلص حتى نكون هنا هذه الدورة. شكرا لك. وانتقل الى دورة. خلص انتهت هنا تقريبا اغلب الامور شرحتها لك. بقت امور الامور وكيف تربط الكونفق مع ملف اخر. ستراها في دورة الانجورجي اس. اذا كتب الانجورجي اس وبدأ بالتصميم صفحات الويب. شكرا لك وفي امان الله.